دلوقتي وصلنا لوحدة من اهم الجويس. افضل مخرج في دراما رمضان عشرين تاتة عشرين. اه انا هختار كريم الشيناوي في لرشة السبع لانه هو عامل شغل زي ما قلت مختلف عن الساد. وصل لتون معين كده في التنفيذ. ممكن اه يبقى متأسر بالستايل الامريكي اكتر منه اي حاجة مش هنقول ان هو حاجة يعني او من ابتكاره. انما هو قدم مود مختلف للناس وده مهم بما ان يعني السوق عندنا مش مش بشكل كرياتيف او الناس بتنقل من بعضها اكتر منها بتبتكر. اه حافظ على التون على مدار خمس اشار حلقة في مشاهد معانا هو اللي زبطها اكتر. يعني المشهد برضو بتاع مواجهة الطلاق ده هو عامله حلو جدا. فانت بتحس بمصدقية ما في المواجهة دي على عكس الطريقة المتابعة عادة في تنفيذ المشهد دي التقطيع كتير وانك بتدخل مسلا حاجة زي الموسيقى او خلافه. هو عامل المشهد ده بشكل انه هو واقعي قوي فانت وعشان انا سمع معانا سكتير يعني لما شافت الحلقة المشهد بتاع المواجهة بتاعة الطلاق دي يقول لك ده فكرني بتجربة شخصية او خلافه لو حد عنده يعني طلاق او خلافه. فالمشهد ده معمول حلو جدا. آآ كريم الشناو انا شاف ان هو بيلاقي نفسه مع آآ ورشة مريم نعوم لانه هما بيكتوبوا حاجة مناسبة للاستايل بتاعه في الاخراج على عكس مسلا تجربه من سنتين تلاتة لما كان بيعمل حاجة زي قبيل ممكن تبقى يعني مش مميزة اوية او مش موضلة فهو اكتر حد انا ما اعجب به السنة دي. واتمنى ان هو بقى يعني ينقل التجربة دي للسينما. هتمنى نشوف له حاجة فيها التون والخبرات اللي خادها من التجرب دي ويعمل حاجة فيلم تقيلة يعني. آآ برضو هقول ذكر شرفي كده لعلى اسماعيل الصفارة آآ يعني هقول ان هو كان برضو مخرج مهم. علاء اسماعيل عشان شغل اشتغل مع احمد امين في البيجاتور وخلافه فتحس ان في منهم تناغم. آآ هو ما بيبتزش النقطة. يعني في ناس كده ايه هنمسك في النقطة ونفضل نبروزها قوي ونفضل نجيب ناس برضحك عليها وهو حد يفهم السنس بتاعه في الكوميدي كويس. حد يفهم ان فيه وقت معين كده بعد النقطة اللي اتقالت اللي اتقال الموقف اللي اتخلق. بعد كده خلاص طلعت بطلت اضحك عليها فلازم ننقل على حاجة تانية. فعجبني فيه ان هو اي دولايت هو فاهم امتى بالزبط خلاص نطلع من من مود النقطة دي وننقل على حاجة تانية. ومش بيحاول بقى يقعد يعني فيه ناس بقى اللي هو ايه عارف انت كاني مسلا اقول لك نقطة سخيفة واقع ام ايه هي مش مطلوب كده هي لو النقطة حلوة انا ممكن محتاجش للجزئية دي. فيه مخرجين بقى وطريقة استخدامهم للشريطة الصوت وخلافهم. بتطلعك من المود ده اللي هو انت بتحسن حد بيستزرف. حتى لو نقطة حلوة حتى لو ماكو في حلو. انما انت عشان يعني بتزلته شوية فانت حسسين انك بتستزرف. آآ علي اسماعيل لأ زاكي في الحتة دي. وآآ عاملها حلو وزي ما قلت اعتقد ان يعني جانب الخبرات اللي عملوا في البلاتو خلاي روح للصفارة بشكل بسيط. مش مش مع قدين الدنيا يعني اجمل حاجة في المستوصل للصفارة ان محدش بتفازل. دي اكتر حاجة يمكن عاجباني. ان الدنيا مشي يسموس كده بنقول النقطة وخلاص. آآ فاتمنى ان انا اشوف له شغلي تاني اهم من كده. وتجربة الصفارة عموما طبعا من اجمل التجارب السانية دي. عندي سؤال الاعتراضي هنا. اتفاضل. احنا يعني المخرج بيعمل ايه غير كات واكشن والصوتي اصدزة والحاجات اللي احنا بتشوفها في النقطة دي ممكن تكون غايبة عن بعض الناس لان احنا يعني في الاخر ده شغلة ناس تانية. يعني جزء من مهارات المخرج مش انت بتعمل ايه? انما انت انت بتعمله ليه دي حاجة? وانت بتستبعت حاجات ليه? يعني جزء من مهارات المخرج ان انا ما عادش اتفازك في كل حاجة. ما عادش ابروس كل حاجة. ما عادش اشغل بالي بكل حاجة. جزء من الموضوع ان انا بقول لنافسي انا مش هتفازك في دي. انا هعدي دي. ده ده جانب من المهارات المخرج المهمة. وان انا لما بختار اعمل حاجة بختار اعملها مناسبة للموقف اللي بصوره او مناسبة للحدث الدرامي او الكوميدي في حالة مسلسل السفارة. فالمخرج هنا مهم جدا يعني يعني ممكن نفس المسلسل ده بنفس السيناريو ده بنفس المسلسلين دولا ودينا تطلع معاك اقرب للتصرف منها للشغل اللي احنا شفنا هنا. فهو حد زكي. يعني حد انا بشوف ان علي اسماعيل عنده سينس كوميدي افضل من ناس كثيرة جدا من اللي شغالها سينما واسماء ممكن تبقى مسماعة وبتعمل شغل كوميدي كتير. واتمنى برضه ان هو يروح للسينما شوية. يعني اتمنى ان هو يرجع يجرب حاجة كده فيلم ساعتين تلاتة ويجرب في نفس السينس بتاعه ده. بقول له ما تعقدش الدنيا. خليك بسيط زي ما انت واسمبل. اعتقد انه لو لقى السيناريو اللي في ناس السكة دي هيعمل افلام حلوة جدا.